بالنسبة ليوم الحراكيين لازم تخليهم يموتوا من الجوى يندموا على النهار ليفكروا فيه في دولة مدنية راك في دولة العسكر لازم تبوس الرنجاس وإذا خرجت الظاهر ندفعوك الثمن ولا ساعدك واحد عندي حوالي سبعة أحكام أو ثمانية أحكام من حوالي أكثر من عشرين حكم لحد الآن صادر عليها عند المافيا الإرهابية هذه السبعة أو ثمانية أحكام هي أنتع أننا قدمنا مساعدات لأسر نعتز بذلك دون افتخار نعتز بذلك دون افتخار لأنكم درتوا حيحاية وذباب وأكاذيب بايبال 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 والحقيقة أن دخلت من جهة البايبال يتوقف قبل أكثر من سنة لأن المافيا العسكرية لقات العشرات الملايين المليارات اللي تكلم عليها تبون وعرف وراهم لقاتهم عندي في البايبال اللي المبلغ كله في أقصى التقدير يكون 20 ألف ولا 25 ألف جنيه استرليني واللي كانت جزائريين بعثينها باش نعاونوا بها جزائريين وعاوننا بالبايبال ومن جيوبنا واللي استطعنا واللي ما استطعناش نعتز بذلك دون نفتخار أنتم اللي سيطرتوا على البلاد وانهبتوا المليارات وأصبح موضوع البايبال عندكم هو كل شيء لأن بعض الناس ما يفهموش معنى البايبال مفهمينهم باللهذا البايبال وقل الشكارة اللي نهربوها من الجزائر وليست مساعدات قدموها جزائريين لجزائريين وعطاوا فينا الثقة باش نوصلوها لهم ووصلنا اللي وصلناه هما مع ترفين يعني في قضية متهمة بأننا قدمنا 360 ألف أورو للحركيين أنا ومجموعة من قوتاتنا خوتنا الحركيين اللي في الخارج كثير من الحركيين اللي في الخارج عاونوا اللي في الداخل نعم آه قد تجد هناك واحد هنا وحدة هناك وحدة ليه ممكن ما عندوش ضمير أو ممدش أو هذه تخص كل واحد لكن حوالي سبعة أحكام إذا ماش ثمانية متهم فيها وصدقت أحكام علية لأننا قدمنا مال ما قدمناش سلاح ما قدمناش منيش عارف أنا منهبناش ما ما اخذناش أراضي ما اخذناش أموال الشعب ساعدنا الجزائرين في الداخل للعصابة جوعة أسرهم وسجنت اللي اللي كان يشتغلوا عليهم أو حركيين اللي كان يروح للحراك وهو يقول لك والله ما في جيبي مالله ما في عشرين ألف سنتيم ويقول لك بايبال بايبال ويجيب الذباب انتا وباش يكثر العملي واشنو البيبال؟ أطرح السؤال على نفسك ما هو البيبال أصلا باش تفهم باللي راهم يريدون أن يوجهوك بدل من أن تتساءل وراهي عشرات الملاير تعد دولارات اللي يتبون وعد بيها الشعب وقال لوراني يعارف للصحفي قال لوراني يعارف وراها الأماكن وما نقول لكش باش ما يديرونش كونتر خطة يجيب لك موضوع البيبال واشنو البيبال؟ اللي تحركت دولة بكل ما فيها ودخلت باش أنا شخصيا مثلا توقفوا البيبال وبعدين مخرجين أمس لأسبوع الماضي في جريدة تسمى الأسوار دالجيري تنهب يعطوها من أموال الشعب باش تستمر في تقديس المافيا العسكرية هي ونفس الجرائد اللي موجودة هناك إلا ما قليلا حاطين صورتي وصورة الأخ مراد هنا الدكتور مراد هنا كيشفتها مثل الضحك تحسب أنت عندنا ما نشعر يليت المساعدة لا رأيها متذكرها يبعثها لي كيشفتها بلوكيون أوروب ولو أنا دي كونت برسونيل وما تقدروش تبلوكيون لكونت برسونيل والبيبال اللي كان ماش فيه جيهة مديتولها أموال الشعب باش تغلق هذاك جزء صغير اللي كان يوصل عن طريق جزائري وحنا نوصلوه إلى جزائريين في الداخل لو كان مارشيتوش ما كان شي تغلق حتى حساب البايبال اللي قبل عام تغلق أما أمورنا الله حساباتنا خاصة رشاد اللي رهي ديرتلكم الرعب وراكم تعتقدوا أنها عندها مكاتب وحسابات راكم قاعد داخلين في حيث تضربوا في الخطاع هذو الناس مناضلين ومقاومين ويصرفوا في الغالب من جيوبهم أو ببعض الدعم اللي يجي من عند خواتهم الجزائريين باش تقوم دولة مدنية مش عسكرية هاي المعركة بيننا وبينكم دخلتوا هنا إرهاب والقاعدة وجايبين دحدوح هنا وقال لك فلان تلاقى معا فتكلم معا فلان ما نش عارف أي كلام تبيعوا فيه تحسبوا رواحكم وراع الشعب رانا في وقت وين تهفوا الشعب أولى أغلبية العظمى في شعب جزيرة وفايق بعض الناس اللي مسكننا ممكن يديه ريح يديه وريح يجيبه عقله ضيق أو عقله صغير والبقية ذوباء وما تظنوش باللي كي راكم وحدكم دركة باسكو خوفتوا الناس ودخلتوا الناس السجون لأنه واحد يكتب تعليق أو واحد دار جيم أو واحد دار بارتاج باللي راكم رابحين والو راكم غير ذوباء بتاعكم يدور وراه الأمور ما زال تعود تتقلب وكي يجي الواقع راهموش المواقع كما راهاك وحتى كي ينفج الشعب الجزيرة تعاودوا تشوفوا المواقع فاش تولي وانا نقول لي إخواننا لا تحزنوا وما تخافوش ما تقولوش باللي آه رأنا في الضعف هذه أسوأ مرحلة نواجهوها لكن رأي على نهايتها الحراك رأي يواجه في أسوأ مرحلة لكن رأي على النهاية تحتها ما يقدروش يستمروا هاك ما يقدروش ما يقدروش يحولوها إلى جمهورية رعب وتخويف وخوف ومراقبة واعتقالات ما يقدروش ما يستمروش لا يمكنهم ذلك اختنموا فرصة الحرايق اللي يشعلوها في المنطقة القبيل أغلبية الحرايق هم اللي يشعلوها بالمناسبة رأهم المتهمين اللي كانوا متهمينهم بحرايق عنا بطلقوهم لأنهم عارفين باللي هذوك الشباب ما حرقوش مساكن ما داروا حتى حرايق الحرايق اللي سراد دارتها المخابرات الإرهابية شدوا مجموعة في حرايق الشرق وخوفوهم وهم بعد طلقوهم وما سمعتوش حتى لما تلقوهم بالمناسبة هذه المصادر الخاصة رشاد لاسيسيون في رشاد ما نشعارف الانشققات في رشاد واللي نشقه من رشاد رح نقديروا حاجة يسموها إرشاد ولا نساعدوهم أصلاً هذو شكون اللي نشقوا شكون ما علناش اللي نشق كاين ربعوا لخمسة من خوطنا كاين يستقلوا أو طلب منهم أن يستقلوا ما كانش ما عدا واحد كان يحسب على أنه من رشاد لكن قلباته المخابرات الإرهابية بعد ما وعدوه بوعود معينة قلبوه وقالوا له ما تخممش نجيبولك إقامة في فرنسا ما كانش مشكل ونجيبولك زوجتك وابنك وروح سبرك والناس كثير يقول لك هذا فاقد عقله ما ديروش عليه ونحن ما فقد عقله ولا ما فقدش عقله كيف كيف عندنا روحوا لكن احنا نتمنى روحوا جيبولنا هذو اللي المنشقوا ما نشعار رشاد مبنية على أفكار والناس اللي في الداخل فيها من حل آخر يقدر يطيح واحد أو يطيح وحد هذا طبيعي هذا عمل بشري منذ 15 سنة وعلينا عن حركة رشاد إلا جبتونا عشرة عشرة فقط كانوا فيها واستقالوا نتحداكم عشرة فقط بينما في الحقيقة أننا عضاء هارهم بالآلاف بدون أن ندخل في التفاصيل وكاين الناس لهم أصلا يقولك أنا رشاد دون أن أنتمي عضويا وليتوا مرعوبين وما كنت شرح يتحدث عليها لو لا أنهم جايبين في بعض المواقع أنت على المخابرات الإرهابية هكذا لا يقرأها أي أحد لكن باش يعمروا بها الانترنت باش تتعمر يولي لي ضرب رشاد والله تخرج له هذا المواقع لا يقرأها أحد مع ذلك والله نقولها لكم بكل صدق كل من يريد أن ينشئ تنظيما في خدمة الشعب الجزائري لقيام دولة مدنيا ساعدوه سواء قال أنا معكم أو منش معكم أو كنت ضدكم أو راني معكم قل أي شيء علماني إسلامي ما عندوش إيديولوجيا وطني عروبي مزيق قل أي شيء اللي يريد أن يتنظم نحن ندعو الشعب الجزائري أن ينتظم ويتنظم لأن هذه المخابرات الإرهابية تخاف من التنظيمات علاش يشيط نبط التنظيمات لازم تكون أحزاب تابع عليهم تحت رجليهم أو يكون هناك شيطان أو تخويف العمل المنظم يخلي العمل عقلاني ويخلي العمل تشاوري وشوري وديمقراطي وتستفيد الناس من بعضها هوا عليش ترعبهم رشاد وهوا عليش يرعبهم أي جهة تريد أن تتنظم بحق مع ذلك يالله زيد يدروننا إرشاد ولا رشاديون ولا ندروا أي نحن نساعدهم نتحداكم كما قلت إذا نجيبوا عشرة في هذه 15 السنة كانوا في رشاد وخرجوا منها عشرة إذا جبتنا عشرة نحلوا الحركة إذا لازم الأمر في مواقعهم البائس حط صورتي هكذا باش كشمالناس كيشوفوا صورتي يدخلوا عنده يعني يدير بها البزنس نقل الموقع بالناطق الفرنسي أنا أحد المشق نريد النظار في إطار منظمة سياسية بأفكار واضحة لا تمتثل أو معوامر الوكالات الأجنبية التي تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر وخلق الانقسام بين الناس تريدون حاجة على الدياريس الكلوناج كلما قامت نقابة مستقلة داروا لها كلوناج كلما كان هناك حزب أو جبهة أو تنظيم أو حركة مستقل بحق عندهم زوج طرق يدروا لهم الكلوناج ويدخلوا يخلطوا لداخل عندهم كاش ما يلقاوا واحد ودائما كينين في المجتمع البشري دائما كينين صحاب النفوس الضعيفة أو صحاب العقول المختلة تقدر تلقاها يتخل في تنظيم يبالك لبس عليه يبالك عادي يبالك في الحقيقة عقله مختل أو نفسه ذليلة ومن بعد يجي يشروه داخل هذا التنظيم داخل كل هذا النقابة داخل هذه هذه خدمتهم خدمة تعذيريس عندنا مخابرات الإرهابية هذه خدمتها هي أنها تنشر الفيروسات الفيروسات اللي ممكن يدخلك للكمبيوتر ويحبس ذلك الملفات اللي دوسي تلقاهم من بعد كوروبتد كورومبي من الفيروس هذه المخابرات اللي عندنا يدخلوا للتنظيمات ينشروا فيها الفيروسات والإشاعات والأكاذيب يدخلوا للنقابات يشروا فيها من يشترى ومن يباع يدخلوا حتى بيناتهم حتى بيناتهم يتصنتوا على بعضاهم يستمعوا لبعضاهم يشدوا الدوسيات لبعضاهم تعشونتاش فقط وانت اختراقات فقط الجزائرين في الخارج وين وجدوا وين توجد قنصلية أعرف باللي المخابرات الإرهابية رحي يضرب الجزائرين في الخارج وليست لخدمة الجزائرين في الخارج ربما تكمن قوتنا وثباتنا في حركة رشاد هو أن الناس داخلها عن قناعات شوفوا لحد الآن عنا عشرات المعتقلين من حركة رشاد عشرات وبعضهم من سواء أعضاء في الأمانة أو في المجلس الوطني ما استطاعوا يخرجوا واحد واحد يخرجوا داخلها ما قدروش خرجوا من المعاك خرجوا من جهات وحد آخرين خرجوا من القاعدة خرجوا من الناس ما عندهم اجتمع خرجوا رشاد ما قدروش في الخارج ما قدروش ما قدروش يخرجوا واحد اللهم إلا شخص قلبوه لما كان عندهم وبعد ما مارسوا عليه تعذيب رهيب ما خلوا فيه شي ما قدرش حتى نتكلم عليه خلاص لعبوله في المخ فمسكين هاي القوة ها وعليش لأن احنا القناعات الناس متلاقية في هذا التنظيم بقناعاتها وبأفكارها وبإيمانها وهم عارفين أننا في وقت المغرم ما نشف وقت المغنم عارفين بأن هذه الظروف هي الظروف العصيبة وعارفين أن هذه الحركة ليست للسلطة إنما للتغيير مساهمة في التغيير المافيا العسكرية وعودة الجيش إلى ثكنات وجنرالات إلى ثكناتهم فهم عارفين ولذلك ندعو إخواننا أينما استطاعوا أن ينتظموا فلينتظموا مش في أحزاب تابعة اللي تروح تطلع تجريع الانتخابات مش في تنظيمات تروح تنافس على أساس الانتخابات لأن فيش منافسة كل شيء مختوم تمشي معاهم تولي لعبة في أيديهم تولي بضاعة وعدة الشراء يعطوك يعطوك منصب حتى تبون يقدر يقابلك كما قابل صفيان جلالي أو هذا بن جرينا أو غيرهم يعطوك الكوطة تاعك تصغر وتكبر على أحساب واش يستفيدوا منك لا يجب أن تكون تنظيمات مقاومة تنظيمات سياسية مقاومة هاللي تقوم دولة مدنية هاللي تقوم دولة مدنية يتنافس الناس على من يخدم المجتمع بالوصول إلى السلطة عن طريق إرادة الشعب والصندوق الشفاف وفي خدمة المجتمع وتروح تخدم ربع سنين خمس سنين الشعب يبدلك ويجيب غيرك إذا ما عجبوش لحال أو يخليك إذا عجبون حال أما الآن فنحن في وقت المقاومة وليس في وقت الوصول إلى السلطة أو التنافس عن الحكمة نحن أمام ما فيا عسكرية تريد فقط واجهات مدنية سواء كانت حكومة أو رئيس كما يسمونها أو أحزاب أو ما عندنا سياسة ما عندنا اقتصاد ما عندنا علم اجتماع أو اجتماع ما عندنا ما عندنا ما عندنا مجتمع بالمعنى الحقيقي عندنا شعب مقهور شعر شعب مرهون بمختلف معاني كلمة الرهن والمرهون بعض إخواني وأنا نذكر كلمة مرهون بعض إخواني كثير رامي سقسوني على عبد الرحمن عبد الرحمن ما زال مرهون رهينة عندهم كانوا يظنون أنه ربما يزيدوا يضغطوا عليا باش يعتقلوا عبد الرحمن كنت اعتقلوا كلهم اللي رام عندكم وكلهم اللي رام عندي هنا والله لن يوقف لي شيء إلا أن يجي يأتي الأجل هذا كشيء آخر ما كمش عارفين ليس لنا سعر ما تخوفونا ما تشرونا لن تستطيعوا لا شراءنا ولا تخويفنا ما كانش لن تستطيعوا لن تقدروا ترجمة نانسي قنقر